اللهم أني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل والنجاة من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول أو عمل تحياتي لسادة المشاهدين وربي تقبر صيامكم وصلاةكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنية الكبيرة اللي بناها الدين واللي استمرت 14 قرن ونصف تقريبا وأكثر نحن 1445 من الهجرة وزيدهم 13 من البعثة يجيوا 1458 سنة وها القرآن يسمع في صوته وتعدى بحقبات وأيامات صعبة وشديدة وجولات وما كانش أيام المسلمين لكلها أز كان أيام فيها ظل وفيها استعمار وفيها غزو وفيها قهر وهما منفوسهم المسلمين خضاوا على أمال دينهم وكلاوا بعضهم وضربوا بعضهم وقتلوا بعضهم واختلفوا وتشتوا ولتم عدوات وساعات نلقاهم وساعات ريح عز وساعات نلقاهم خلاف ذلك كل هذا حصيلت هي الحصيلة التي نريد أن نستجمعها عندما نشرف على نهاية عبادة كل يوم ونحن على نهاية مغادرة رمضان مش يقولوا إن شاء الله للعام الجاي وربي يتقبلنا ويطلقاهم في ساعة سعيدة ما ننساوش وأن جهدنا البشري هو الموسوم بالضعف مش الدين هل يقولون فكوا عليكم من هالدين ويزيونا ما يتحدثون عليه ايش مش الراو الراو فيكم تقضوا بعضكم وتقصوا فيروس الناس وداعش مسايبة الراو فيكم تسبوا وتشتموا الراو فيكم في رق متعدى كل واحد يقول أنا أهل السنة والجماعة وأنا الفرقة الناجية ونخريه الكل وفيش هنم حياتكم كاملة وأنتم تسبوا من بعضكم حياتكم كاملة وأنتم تخطوا من بعضكم ولذلك فك علينا من هالجو هذا ونحيونا الدين تماما وخلينا نعيش مسايبين لأننا نتقل الحرية المطقة هالكلم هذا وقتلين يسمعوه منج موش نردوا عليه بمجرد الخطب موش نقولوله مرأة وقيم الإنسان العظمى جات في الإسلام واخذروا غزوة بدر وشوفوا حاجة الوداع وشقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة وشقال ربي في الربا وهو عمر بن عبد العزيز كان حاكما عادلا وهو عمر بن الخطاب وهو صلاح دي الأيوبي وهو شكون لاخر موش حكا نجاوبوا الناس لأن وقت اللي نعتزوا بالماضي نطالب بالإنجاز في الحاضر والناس اللي يقولون أنتم تعيشوا في متاهة الزمن المعيد يقول لي عندهم حق ويلزم نفهمه أنه احنا كيف نعيشه الدين ما نعيشه الدين اللي القديم فقط ما نعيشه في فترة الصحابة والتابعين فقط هذه كان نعيشه فيها عيش وجداني عيش إيماني عيش توق ومحبة عيش تقدير واحترام عيش انبهار بالإنجاز صحيح لكن أنا ما نقعد في سينما نتفرج فيه لبن رسالة ونتأثره وقتلي بيلال الحبشي تطلع فوق الكعبة ونتأثره وقتلي حمزة تقتل ونتأثره وقتلي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الهجرة وحده هو وابو بكر ما نعيش يتفرجه في فيلم احنا نصلعه في واقع وفرق من اللي يتفرج في فيلم واللي يصلح في واقع وفرق اللي يخرج من السينما ويرجعي لحياته ويتفكر وان دورنا في الحياة مش دور المتفرجين مش دور المتأوهين المتشوقين نبكيو على الماضي ونتمنى والشهل وكان يعطيو حتى كيف ندعيو ندعيو بمعنى يعطينا واحنا ما نعملو شيرا انت يا ربي تعطينا بدل اخلاقنا واهدي ذريتنا واهدي بناتنا ونسانا وردنا الي الطريق المستقيم لكن بدون جهد مننا لان احنا ما نعرفوش كيفاش نغني وفي الحقيقة احنا ما نشموش تعدين اذا ما انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون حصيل الكبلة متاع رمضان هو ان الملمة واللي ثم فيديك انت ما هوش فيدي تغيرك وربي هو اللي اعطاك الامر هذا هو اللي يفوضه لك بارادته بحكمته بقراره هو يفوضلك باش انت تغير واقعك الاجتماعي واغك الذاتي وانه اللي ينجح في تغيير واقعه الذاتي يكون اثر تأثير كبير على نفسه وعلى غيره يغير نفسه واحد واحد اشمعنا الان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها لانه التغيير اللي يتناول الفرد هو تناول الادات المؤثرة الكبرى في الحياة اكبر عنصر تغيير في الكون هو الانسان هو الابناء الحياة العامة هذه بمحرجها وقوتها وما فيها من ضعف وما فيها من انحرافات هو اللي بناها هو اللي قادر عندما يؤمن بقضية ان يعيد البناء اعادة تنطلق من ذاته من نفسه من شعوره من احساسه من قيامه هو يولي انسان جديد ولي انسان مولود جديد يعني ها كلي كانوا عمر بن خطاب اللي كان درشوها حسما قال لبعض يحفر البنته وهي والتراب يجي على لحته بشي يدفنها وهي تمد في يدها وتنحيله والتراب في لحته وكلي كان يعبد عبود متع تمر يعملوا صمة ويعبدها وفي ليلة مليالي وقت اللي جاع وبداية تهدد عليها ومع طاحة لها تكسرت يدها فهمة اللي هي ما تجريها مش ترد كلاها مضحكة على نفسه بعد ذلك هالمشاطر هذي هي المشاطر اللي ممكن اليوم تعيش قادرة بشي ينحي من شحه ينحي من أنانيته ينحي من محبته لذاته يخرج جزء من ماله لمجتمعه وقت اللي يرى مستشفى يحتاج المساعدة ووقت اللي يرى طريق يحتاج إلى جدان وقت اللي يتراها مدرسة ما فيهاش باب وما فيهاش شباك وبيتراها متاعها محفورة منسقة وقت اللي يتخرج من يدي أربعة صور دي اللي ربما نحيها من مكلتي وشرابي نكون غيرت بدلت عاونت راو الجهد للتغيير هو اللي يجيب التغيير جهد الإصلاح هو اللي يجيب الإصلاح صلاح الأمة ما يكونش بالكلام يكون بالجهد ولذلك اقترنا في الإسلام الحديث عن الإيمان والعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن العمل الصالح اللي هو عمل البناء التشييد إقامة الخير ونشر الخير يقترن بإيمان صاحبه بقدرته على ذلك وبه هو يتغير الواقع يخي كيفاش الرصول صلى الله عليه وسلم عمل الغزوات له كما جاش عثمان بن عفان وحط الحطة وجاء في غزوة غزو التبوك وجهز الجيش كامل كيفاش ينتصر الرصول صلى الله عليه وسلم إذا كان مش كل واحد جاب اللي عنده كمشة متعتمر حطها واللي كان عنده كمشة متع قمح حطها واللي عنده كمشة متع شعير حطها واللي عنده صبات حطه واللي عنده رداء حطه باش كون قوة بنبيها المجتمع والله ونس من الضامنين وياكلوا مع بعضهم مش مع بعضهم إذا كان ما يوقعش هذا في المجتمع ما هوش ممكن بأننيتنا وفرديتنا ومحبتنا لرواحنا وإحنا اللي لبس علينا وحتى الفقير متعنا لبس عليه مش معنا لبس عليه من قادر وفرخ بيستو قادر يسترحالو إذا كان ما نخرجوش من هالجانب الأناني الذاتي ونوم نو ونوم نو بأننا حمل جميع عريش ما هوش بش نتغير يعني القوة اللي خليناها في رمضان والشحن الإيمانية والأبكاء اللي البارح قاعدين تبكيه في الجوامع ونس تصلي ونس تبكي ونس تدعي ونس تفكر في ظنوبها ونس تفكر في قاربها وماليها يخدموش سينما ذاك تلك واقع بالمجد راو لكن هلوقع هذا وقت اللي ما نحافظوش على الزاد متاهو ونحاولوه إلى تغيير اجتماعي إلى قهر للنفس باش نخدمو الغير ونمثلو للغير ونعاونو الغير راو ما يكونش فيما صلاح واحنا مجتمعنا اليوم ككل المجتمعات في حاجة إلى التكاتف في حاجة إلى التضامن الاجتماعي والتعاون في حاجة إلى المدودين اللي بعضنا ما كانش فيما وزارة تربية وقت اللي تبعث الرسول ولا كان فيما وزارة شؤون اجتماعية ولا كان فيما وزارة ثقافة كان فيما جهد بشري متاع كل واحد يبني الروح اليوم احنا قادرين باش نحاولوا مواقع النقص اللي في حياتنا نحاولوها إلى مواقع قوة عن طريق يد الجماعة رب يوفقنا وإياكم إلى ما يحبوا يرضاه ويجعلنا من المؤمنين الآمنين في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب موسيقى 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 موسيقى